الرئيس سيسي يؤكد لنظيره اللبناني استعداد مصر لتسخير جميع الامكانات لمساعدة لبنان في محنة انفجار بيروت اجتماع استثنائي للحكومة اللبنانية اليوم لبحث تداعيات انفجار بيروت ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا بانحاء العالم الى اكثر من 700 الف حالة الحادية عشرات صباحا نتسعى بتوقيت جرينتش موجز اخباري جديد يتيكم من القاهرة اهلا بكم وفي البداية نرجو من جميع المصريين اخذ الاجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا من فضلك احمي اهلك واحمي بلدك اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا بنظيره اللبناني العماد ميشال عون لتعزيته في ضحايا انفجار مرفأ بيروت واكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي ان الرئيس السيسي قد اعرب خلال الاتصال عن خالص الموسى للاشقاء في لبنان حكومة وشعبا داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحة وان يلهم اسر الضحايا السبر والسلوان هذا كما اكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الاشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كفة الامكانات لمساعدته ودعمه في محنته في شان ذاته قال رئيس صليب الاحمر اللبناني ان عدد القتلى جراء الانفجار الهائل والذي هز بيروت قد بلغ المئة واضاف المسؤول اللبناني في تصريحات تلفزيونية ان كثيرا من الضحايا لا يزالون تحت الانقاض مشيرا الى التنسيق بين الصليب الاحمر مع وزارة الصحة لاستقبال جثامين الضحايا في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد هذا فيما يعقد مجلس الوزراء اللبنانية اليوم جلسة استثنائية بقصر بعبد بطلب من الرئيس ميشيل عون للبحث في التوصيات التي اقرها امس المجلس الاعلى للدفاع عقب انفجار بيروت ومتابعة تداعيات الحادث اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيا جوتاريش التزام المنظمة بدعم لبنان بعد انفجار بيروت والذي وصفه بالمروع هذا وقال جوتاريش في بيان له ان الامم المتحدة تبقى ملتزمة بدعم لبنان في هذا الظرف الصعب وتقديم المساعدة اللازمة له للتعامل مع هذه الكارثة معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا لعائلاتهم وتمنياته بشفاء العاجل للمصابين وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب انفجار بيروت بانه هجوم رهيب مشيرا الى انه قد يكون ناتج عن انفجار قنبلة واعرب ترامب عن تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان واستعدادها لمساعدة الشعب اللبناني في المقابل نقلت شبكة سي ان ان الامريكية عن مسؤولون بالبنتاجون قولهم انه لا يوجد ما يشير الى ان انفجار بيروت قد كان هجوما اظهر احصاء لرويترز تجاوز حصيلة الوفيات والناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا سبعمائة الف حالة حول العالم وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك قائمة الدول الاكثر تضرورا وذكر الاحصاء ان حوالي خمسة الاف وتسعمائة شخص يموتون يوميا جراء الفيروس وفقا لارقام تم جمعها على مدى الاسبوعين الماضيين اعلنت الادارة الامريكية ان وزير صحى اليكس اعزار يعتزم زيارة تايوان قريبا لتعد اول زيارة لمسؤول امريكي الى الجزيرة منذ عام 1979 عندما قطعت البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما وقال المعهد الامريكي في تايوان ان الوفد الذي سيصل في الايام القليلة المقبلة يهدف الى تعزيز الشراكة والتعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد وقال عزار ان زيارته تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي العام مع تايوان تأتي الزيارة وسط توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من اراضيها نهاية الموجز وفي الختام نحيط على المساعدة المشاهدين بان التردد الجديد لقناة اكشترا نيوز هو 11.785 رأسي دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر